مرحبا بكم الناس لكل مرحبا بكم على قناتي قناة عالم صندوس للأكلات اليوم مرحبا بكم وصفة خلية النحل بحشية اليوم بحشوة ملحة شاء الله يارب يتعجبكم وصفة ياسر مزينا بش نخليكم مع الفيديو طريقة تحضير العجين متاعنا هي اللولة اللي بش نبديو بها بذي بنا نمد ورقة وستيلو توا بش نقيدو الرسيت مبعضنا أول حاجة بش نبديو بها هي العجينة بالنسبة للعجينة مقادير متاحة 600 جرام فرينة دقيق أبي 100 جرام زبدة ريبة عنا مغرفة صغيرة ملح مغرفة كبيرة متاع ميكلة سكر عنا الهني زدها 120 مليلتر حليب دافي وعندي سشي خميرة تخبز ماي وعادل بذبط ملقة كبيرة متاع أكل بإذن الله نحط لكم المقادير في صندوق الوصف نمشي وتوا نحضروا العجينة متاعنا أول حاجة اللي بش نبديو بها هي العجينة بتبيعة خاطر بش نقليوها ترتاح وتخمر في عقلها والهني بش نحط الفرينة متاعي الفرينة 600 جرام كما قلت لكم بش نحطوها تتبس بس مع الزبدة والخميرة والسكر والملح بل منحطوا الحليب الحليب زيدة يزم أهم حاجة يكون دافي يكون دافي وانتي والفرينة متاعك شو بش تستهلك حليب بالنسبة لي إني استهلكتلي هيك 600 جرام 120 مليلتر حليب وتنجم تستهلك لك أقل أو أكثر وهم حاجة لهنا نفس العجينة هذيك تنجم تستعملها حلوة تحشيها بالشكولة لفطور الصباح على محليها تجيك نكمل طوام بس بس ومش نبعد من بس بس وها نحطوه أكل حليب تنجم حتى تستغنى زيدة على العجينة تستعمل يديك تعجينها مليح مليح قدمت تعجينها قدمت تعتيك نتيجة مزيانة للباتم تنجم تستعمل تحضير العجينة مليح قدمت تعجينها في القوامة تنجم تحضير عجينتنا سمحها مزيانة باش نحطوها ك كافترية بزيد في الشقالة متاعنا ونحطوها توا ونغطيوها ونحطوها تدفف بلايسة دافية بالنسبة لي يعني ديما الفور هو المكان الوحيد اللي ندفي فيه خاصة فشتاء فشتاء ندفيه شوية هذي ديما نعملها ندفي الفور متاعي شوية هكاكا ومبعد نسكر عليه ومبعد اللفلف تاو العجينة متاعي كيف نحكى نغطيه ونحط دافق منه منديلة باش يتضعف الحجمة متاحة حفيسة نحطها توا في الفور هكاكا متدفية وتوا تشوفوا نتيجتها محليه بالنسبة للحشوة متاعي لليوم عندي مرقز مرقز قصيته تريفيت وحطيته في المقلة غير زيت خطر فيه الزيت توا يسيب زيته وتيب فيه زيته باش نخليه يتقلى حذر تريف مع بنوس زيس كعبت بيض سما سموتين وعندي زيته باتاتا اسمتها وقصيتها توا باش نخلي هكا المرقز متاعي تيب ويتقلى في عقله ومشيون حضروا توا الحشوة بالنسبة للحشوة دي ما نقول لكم اختياريات نجم تعملها بازدير الجيجة تسبله وإلا تريف الحمى فروم ولا بطن الحشوة التي تشتيها اعملها في فتايرتك معنيها خليط النحلة ديها تجي فيها كل شيء لهناك الباتاتا المسموطة باش نرفسها ونحط لهاك الكعبتين بايب وحذر تزيد زيتون وكبار فيها كيكا نشخشقوها حنا نقولوا الوصفة مطيعنا المرقز من غير ما نحط له زيت دي ما رهو المرقز عنده يسيب برشة زيت هنحطوه في المقلة من زيت تاوترا يسيب زيتو ويتيب في عقله ومش نرفسها نتاول كل ما حتيتش بسل الحقيقة ما حتيتش بدلت المرة هذي ما حتيتش بسل خاطر المرقز مفوح في وسط الحمى المفروم مفوح برشة وفيح يزي فيها البركة نحطي نتاول ما عد نوسب تانا وباش نستنى كينك المرقز يتيب ونحطوه فوق البتاتا الهنا حتيت شوية ملح وشوية فلفل اكحل باش نفوح واقي البتاتا متانا باش نستقطروه مك الزيت متاعو منحطوشي بالزيت متاعو ونرميوك المرقز متاعنا ونخلطوه مع الخليط باش مزيل كينترا فيهروس نفوحها من فوق اكحو يسيب نكهك المرقز على محله الهنا حتيت مغير فهروس تفوح لي هكا الوصفان تاي تنجم تبدلها بالهريس العربي تفوح رهو الهريس العربي في الخلطة وتنجم ما متحب باش انتي الحار تستغن عليها انتي حرة باش نكمل نحط كين ازيتون والكبار وبياذ البيف اكحو او خلطي توا حاضرا الهنا خرجت العجينة متاعي بعد ما تدفيت وتخمرت وتضعف الحجم متاحا نتيجتها يصير مزينا الهنا العجينة متاعي نفرح بها كيف تبدأ خامرة هكا باش نقول اني عجينتي باش تعطيني كنتيجة مزينا كنطيبها واجيني بنينا بابن الله كنطيبها ونبدأ ان نشكلها كويرات بيدي هكا نقصها قد قد نغير لسكينة لحتى شيء اكا بالطريقة هذي اجيكم كويرات مستويين بابن الله كلك عيبرا هكا نقصوها وقرصوها نقولو هن نقرصوها ترايف بتبيع فضلة من العجينة متاعك كنتحب مني تعمل كمية اقل تقسمها مجرى لها العجينة حتى شايرة والعجينة تتخبى في الثلاجة قد ما تتخبى زدها قد ما تعطيكم نتيجة احلى تقوم في الصبيح تعملها حلوة مثلا تحشيها بالشوكولاتة لفطر الصبيح العجينة هذي للملح والحلورة تعملوا خليط نحلكة صغيرة للعشي بالنسبة للي عندهم عيلة صغيرة والبقية تخبيوها تقوموا في الصبيح تعملوها لمجة صغيرة تكون محشين بالشوكولاتة على محلة تعملو كبيرة من الجينة كبيرة في البريد حتى نضعها في الجينة كما قلت لكم سفر البيض أذيك باش ندهنوا به العجينة من الفوق ولبيض البيض حتيناة في وسط الخليط بتبيعة كما قلت لكم الزيتون والكبار زدنيه في وسط الحشوة وانا كل وحيدة نحط ولهاها كيكا ونطرحوا ترايف ونسكروا العجينة متعنا ونكوروها بدايتنا كنكوروها كيكا الكورة الصغيرة فيها شي سيلا بهلا كهو كما تشوفوا فيها محليه ليني حضرنا تبايق متعنا اللي بيش نحطو فيها خليط النحل متعنا لهناي تهنتو بالزبدة وانا كل كويرة نحضرها ونحطها ليني العجينة بتاعي مش مش نخليها تخمر مرة أخرى فما يقلي حذر العجينة بتاعي ونخليها تخمر مرة أخرى بيش نعطيكم حاجة كيان انتي عجينتك كاكا رحفت علي انها متخمرت شي بالك داي وكل شي ميسيرش لهنات بعد ما تحشيهم وكل شي عاود غطيهم وحوتهم يخمروا مرة أخرى كي تشوفها عجينتك كاكا من زيانة كيما عجينتي تاوى مش مستحقق الي اني نخليها تخمر مرة أخرى هكذا طول طيبها تخليها تقعد تستنى بش تعود تخمر مرة أخرى ايني توا بعد ما نحضرهم هذم الكل نحطهم في الفور يتيبوا وبالنسبة للفور أنا راهو على النار توا قاعد معانية مشاعلة عليه بش نحطوا تيب على 180 درجة نكملهم توا ونوريهم لكل ونحطوهم بجنب بعضهم تواقح بش ندهن خليط النحل بسافر البيض سافر البيض حتيت له قطر تنخلقها بش نحك الزنخة ندهنه كما قاعدين تشاهدو ونبعد بش نزينوهم ونرشو عليهم السينوش ونحطي نكها كافيوها بطبيعة اللي عندها جلجلين تحط جلجلين كما تحب ولا تخليهم الكيكل وكيمش تعمل حلوة ما تحط شاعة تسينوش حط جلجلين كي تبدأ خليط النحل حلوة هذا شكل فطور ناليو خليط النحل أنا ثابت ومجيت على محليها لجينة يسر مزينا نتيجتها كما نقلت لكم جيتني حلوة نحبكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم اكيد في التعليقات باش نخليكم هذا هو اخر حاجة في الفيديو إن شاء الله نتقلوا ديما في وصفاتي جيدة بالتبيعة باش نقصلكم على تبريج ونوريكم كفيت جيتني هكا من الداخل بات حلوة ومزيانة لهنا حبيت نوريكم الحشوة من الداخل كفيت جيت إن شاء الله يربي يعجبتكم كما شفتوها وصفة سهلة تنجم تعملها كل مرة في دويرتها لصغيراتها لها هي معنيها وصفة سهلة ونحب لهنا نوجه تحية نوجه تحية لكم الناس لكل لكل واحد يتفرج على فيديو حتى ما نغير مكتب لي تعليق نقول لكم نشكركم الناس للكل مرسيبوكو على كلمكم الحلو وعلى تشجيعكم ليا خاصة باش نخليكم توا مع الفيديو كمانيه باش نقول لكم زيدا ماذا بيا تزوروني على صفحتي في الانستغرام صندس فودورد وصفحتي زيدا في الفيسبوك صندس لجميع الأكلة لبنينا وكما تبقى كنا نقول لكم شاء لنهاركم مغلوك ونهاركم زيدا في الزمان تربي نخليكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر